طيب كابتن واق الجمعة اعتذر لجماهير كرة القدم طبعا هو ده الكلام اللي يتقال هو ده مش اطلع اتخانق مع الجمهور انا اسف انا بس بفتح التليفون علشان مدير المنتخب يعتذر للجماهير ويؤكد عزم اللاعبين على تعويض الخسارة امام ناجيريا قدم واق الجمعة مدير المنتخب الوطني اعتذره لجماهير كرة القدم المصرية عن الخسارة التي اتعرض لها منتخب بلدهم امام ناجيريا في اولى المباريات في بطولة الامم الافريقية اضاف مدير المنتخب ان هناك وقفة حازمة وانه لا مجال لاي تهاون بين صفوف اللاعبين كما شدد على ذلك المدير الفني كارلوس كيروش وكشف واق الجمعة ان ما حدث في مباراة اليوم درس كبير تعهد اللاعبون على استعابه وترجمة هذا الاستعاب في المباراتين المقبلتين انا اكمل ولكن المباراتين المقبلتين دول انا اللي يهمني ان شاء الله ما بعد المباراتين المقبلتين اتمنى يعني التي ليس امامنا فيها سوى الحصول على نقاطها الستة لضمان التأهل لدور التاني والحفاظ على حلم جماهير الكرة المصرية بالمنافسة على كأس الامم الافريقية ده كان كلام مدير المنتخب كابتن واق الجمعة واعتذار في بيان رسمي لكل الجماهير المصرية شكرا طبعا لواء الجمعة لإحساسه بالجمهور المصري واقل ابن هذا البلد ويعلم تماما قد احنا متضايقين وقد احنا زعلانين واخد ثلاثة امم افريقيا والجمعة ده الوحدة واخد ثلاثة امم افريقيا الحضري نفس الكلام شوقي نفس الكلام فيعني المجموعة اللي موجودة دي كلها مجموعة حاسة حاسة باللي بيحصل جوانا وبن احنا كمصريين بنغلي من جوانا بسبب هذا الاداء السيء جدا وبسبب التغييرات الغريبة وبسبب بداية المباراة الغريبة وبسبب اداء اللاعبين المخيب لأمال كل المصريين بسبب خناقة المدير الفني بعد المباراة مع احد المشجعين زي ما حضراتكم شفتوا بسبب التعليق السيء في هذه المباراة بسبب حاجات كتيرة جدا النهاردة تفهم قد ايه قد ايه النهاردة كل حاجة توحشة الحقيقة اتمنى اتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف يوم السبت القادم موضوع متغير بشكل او باخر يا رب كل التوفير لمنتخبنا سنظل دايما في ظهر منتخبنا وسنظل نقاذر ونساند منتخبنا لأقصى درجة لأقصى درجة لانه في الاول وفي الاخر ده اسمه منتخب مصر اللي بيحصل مش صح اللي بيحصل او اللي حصل في المباراة النهاردة لأ انت تقدر تكسب نجاريا اه اقدر اكسب نجاري اقدر اكسب نجاري فان شاء الله يوم السبت القادم نشوف ايه اللي حيحصل اشتركوا في القناة